اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علشان تنجوا من عذاب المشركين عمار بن ياسر اخذ بالرخصة وبعض الصحابة اخذوا بالرخصة لكن سيدنا بلال اخذ بالعزيمة فكانوا يعذبونه يعني امية بن خلف الذي كان يعذب سيدنا بلال كان يقول له الهاني من دون الله فكان بلال يقول احد من احد فيمر عليه ابو بكر ويقول ينجيك الله الواحد والاحد فيذهب ابو بكر ومش مجرد بس كلمات زي ما النهاردة احنا احسسنا وشعرنا بألام اخواننا في سوريا اسأل الله عز وجل ان يحقن دماؤهم وان يفرش كربهم يا رب العالمين مش مجرد فقط ان انا عنية تدمع لرؤية الدماء التي تسيل ولا الاطفال اللي بيقتلوا او ان انا فقط اتمتم كده اقول لا حول ولا قوة تلبلاه ان لله من الرجلين لابد من يعني اشياء نفعلها علشان نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى لاننا سنسئل عن تلك المأساة الانسانية التي تجري على ارض اخواننا واهلنا في سوريا ابو بكر حول المسألة اللي واقع عمل ايش مجرد فقط بس كلمة مش قال له بس ينجيك الله الواحد والاحد وسكت وانما ذهب وصفت تجارات وجمع الاموال واشتهر العبيد والارقاء واعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فقال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عنده ان هو بلال اكيد اقدم له معروف قبل كذا فهو حبي يرد له المعروف دوت فسكت ابو بكر لانه انسان مخلص وتعلم الاخلاص على يد النبي صلى الله عليه وسلم فتولى الحق جل وعلا الرد وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا بتغاء واجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى تعالوا نتناول الموضوع بشكل بسيط ولكن قبل ما ند حب انوه الاخواني واحبابي اللي كانوا بعتين لرسالة على الموبايل ان في اعلان على الشاشة انا طبعا مش شايفوا الان على الشاشة لكن هو اكيد موجود قدامكم في اعلان عن شركة سياحة اسمها شركة المحمود للسياحة طبعا صاحب الشركة الله يسمحه ويهديه متعمد ان ينزل الاعلان في برنامج انا علشان يوهم الناس ان الشركة دي تبعي الحمد لله رب العالمين الشيخ محمود المصري من الناس اللي تيدوهم على صوابعكم في مصر كلها اللي ما نمش علاقة لا ببيزنس ولا بمشروعات ولا بتجارة ولا لي علاقة بالمسائل دي خالص الشركة دي لا ليها علاقة بي ولا ليها علاقة بيها وانا بطلب من صاحب الشركة بكل ادب بعد اذن حضرتك تطلب من القناة تحول اعلان حضرتك لبرنامج اي شيخ تاني الحمد لله المشاخ الافاضل كتير موجودين في القناة ولا توهم الناس بان الشركة دي تبعي لان لو الاعلان تكرر على الشاشة مرة واثنين وثلاثة سأضطر عشان فقط ان انا ادفع عن نفسي ان يقال ان انا صاحب شركة سياحة سأضطر ان انا اقول للناس في الحلقة القادمة بتاعت بكرة ان انا اقول للناس ان لا تتعامل مع شركة المحمود للسياحة لان لا علاقة لي بهذه الشركة لا من قريب ولا من بعيد وارجو ان لا ندلس على المسلمين ما ينفعش ان انا اجي واحد اسمه الشيخ محمود المصر ومجيب له اعلان شركة المحمود للسياحة علشان نوهم الناس ان دي شركته ما ينفعش اجيب لي في حلقة للشيخ فلان شركة باسم قريب من اسمه عشان نوهم الناس إن دي شركته فهذا تدليس على المسلمين فأرجو أن نحضر من مثل هذا وأنا أكرر المرة الثالثة والرابعة والألف أقسم لكم بالله لا علاقة لي بهذه الشركة ومن شاء منكم ألا يتعامل مع هذه الشركة فيبقى جزاء الله خيرا حتى تتأكد أنني لا علاقة لي بهذه الأمور الحمد لله رب العالمين في حياتي ما تجرت ولا ليه علاقة لا بالتجارة ولا المشاريع ولا البزنس أنا عمر كل حياتي كلها مكرسة لكتبي ودروسي فقط وأنا من المعددين على الأصابع اللي ما نمشي علاقة الحمد لله رب العالمين بالبيزنس وربنا يباري فيه تعالوا نكمل موضوعنا نخلينا في موضوعنا ففي قصة أبي بكر صديق ترسي جميل جدا بيعلم الإنسان أنه لابد أنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى الناس لما قالوه أنت أكيد أبو أكيد بلال قدم لك معروف فأنت بتردوله المعروف دوان ما ردش عليهم ما قالوه مش لأ ده أنا بعمل العمل ده خارسة ناجي الله هو ما يهموش البشر هو يهمو أنه هو بيعامل رب البشر سبحانه وتعالى ورب البشر سبحانه وتعالى مطالع على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فأبو وكر صديق تعمل من هذا المنطق ومن هذا المنطلق فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزة إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى دروس جميل أول نتعلمها من سبب النزول ده بداية لابد أن يأخذ الإنسان بأسباب الهداية للآيات التي قبل ذلك فأما من أعطى وتقل إن الناس كتيرا بتسأل هل أنا مصير أم مخير؟ أقول لك أنت مصير مخير لست مصيرا في كل شيء ولست مخيرا في كل شيء في أمور أنت مصير فيها وفي أمور أنت مخير فيها فأما في أسباب الهداية فربنا أكرمك بالتخيير ربنا سبحانه وتعالى تركلك هل حد ممكن يتخيل أن في حد أجبر على أن هو يعبد ربنا أو أن هو ما يعبدش ربنا؟ ما فيش حد أكبرك هل ربنا سبحانه وتعالى أكبرك أن أنت تترك الإيمان؟ هل ربنا أستغفى الله العظيم؟ ده كلام يعني ما يقولوش إنسان مؤمن فالمولى عز وجل أعطى الطريقين وقال لك هو وده طريق الجنة وده طريق النار وانت بقى اختار والإنسان له مشيئة والله عز وجل له مشيئة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله خبالك يبقى إذن في مشيئة للعبد وفي مشيئة للرب ومشيئة العبد يقينا تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى لأن الرب رب والعبد عبد أنت في النهاية عبد لله سبحانه وتعالى لابد أن أنت تأخذ بأسباب الهداية خب بالك شوف أسباب الهداية من الزباية للأخذ بالأسباب فأما من أعطى خب بالك واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى زي قول المولى عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين طيب يبقى لما أنت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة شوف على طول النتيجة بفاء التعقيب والسرعة فسنيسره لليسرى والتاني بقى اللي خد بأسباب الهلاك ويعد عن أسباب الإيمان وأسباب الطعوة وأسباب الفلاح وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعصرة وما يغنى عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى ولذلك المولى عز وجل يقوله في الحديث الكدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا الله مجرد أن تتقرب من ربنا جزء يسير جدا المولى عز وجل وهو الغني عنه لكنه الودود الذي يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى يبقى من تقرب مني شبرا شبرا فقط تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا وشوف مني اللي محتاج لمين أنت اللي محتاج لربنا لكن ربنا سبحانه وتعالى شب يتقرب إليك أكتر ما متى تتقرب إليه لأن ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة توبة الإنسان محفوفة بتوبتين من عند المولى عز وجل قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا ينغزوا التبوك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا فربنا بيرزقك نعمة التوبة أو يعطيك إلهام التوبة إن أنت توب فدي أول حاجة فأنت لما توب قبلك فربنا يقبل توبتك يبقى ثلاث أطلاف ربنا يلهمك بالتوبة فإن تتوب فربنا يتقبل توبتك هو ده معنى الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا دايما لازم تكون سباق إن أنت يعني شوف يعني ما تسمعش عن أي إنسان بيفعل أي طاعة إلا تتمنى أن أنت تكون أفضل منه في الطاعة اللي إيه اللي إيه اللي إيه التنافس في أمور الدين وليست في أمور الدنيا من نفسك في دينك فنافسه ومن نفسك في دنياك فألقيها في نحر وده قول الحسن رضي الله عنه ورضاه دايما تكون سباق تكون عندك همة عالية كان فيه واحد اسمه عفيف الكندي عفيف الكندي كان رجل تاجر في يوم من الأيام كان الكلام ده لسه في بداية البعثة كان لسه يعني النبي بوعث بقاله ومين ثلاثة غسلا فعفيف الكندي ده كان رجل تاجر فنزل مكة ومع بضايا وكان نازل عرشان يعني إيه بيع حاجات ويشتير حياة من مكة فنزل في قابل العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وقاله وسلم وبعدين هو قاعد معاه وبيقوله قاعد وبنظر إلى الكعبة فوجدت رجل خرج من خباء فقام فصلى وكان شافني دي صلى لحد ما سأله قاله دي صلى بيقوله شويتين لقيت امرأة خرجت وراحت مصلي معاه هي كمان وشويتين لقيت غلام صغير طلع هو كمان وراح مصلي معهم فبيقوله العباس من هؤلاء فقال أما الأول فهو محمد بن عبد الله ابن أخي لأن العباس عم النبي على السلام فبيقوله ده ابن أخي يقول أن الله عز وجل أرسله ووجعله خاتم الأبياء قال ومن هذي قال هذي خديجة زوجته تصلي مع زوجها قال ومن هذر ولم قال علي بن أبي طالب وما أعلم مسلما على وجه الأرض إلا هؤلاء الثلاثة قول إيه العباس بن عبد المطالب بيقوله ما أعرفش حد آمن بهذا الدين إلا الثلاثة دول بس النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعلي بن أبي طالب فعفيف الكندي مش والموضوع على ما شغلوش وكده لكن بعد فترة طويلة شوية أسلم فلما أسلم تذكر الموقف الأولاني لما كان شايف النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمنا خديجة ومع عليه بن أبي طالب وهم التلاثة فقط المسلمين فقال إيه قال يا ليتني أسلمت في ذلك اليوم حتى أكون ربع الدين يعني أكون أنا رابع واحد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة وبعد عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الحاجة التانية والدرسة التانية إن ما فيش حاجة في الدنيا يا جماعة بعد التوحيد وأداء الفرائد وبين الوالدين ما فيش حاجة أفضل من قضاء حوائج الناس يا سلام لما إنسان يفرش كربات الناس خصوصا في الأيام الجميلة اللي إحنا عايشينها ديها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي يا سلام شوف لما أنت تكون في عون عبد مش بقى وزير هيكون في عونك مش أنا بعمل خدمة لفلان عشان رئيس جمهورية هيكرمني لا دا لله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ليس كمثير شأنه والسماع البصير دا المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض بيقولك أنا هكون في عونك أنت بس أعين عبدي أو أعين عبد من عبادي وأنا بذاتي سأكون في عونك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي يا سلام حديثي الثاني اللي رأت بلاني في الكبير بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله سرور وجابها بصيغة الناكرة من أجل يعني أن يقولك أي حاجة عملة أي حاجة يا أخي ادي له لؤمة دا امرأة دخلت الجنة بسقه يا كلب شوف شوف فيه أكتر من كده يا أخي دا ممكن لؤمة كده دا ممكن مسح على رأس يتيم تخش بها الجنة يعني لا تحكر لنا من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بواجه انطلق يبقى أحب العمل إلى الله سرور ما قالكش أكل مش لازم يكون أكل على فكرة ممكن يكون واحد معه فلوس لكنه مكتعب وتعبان وعند ظروف أو حد متله أو حصل له أي حاجة لما توسيه لما توعد معاه لما تجبر بخطر لما تقوله كلمتين حلوين لما تطبع ليه لما تخذب حضنك انت فرجت كربه فده عمل طيب أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له وجوعا أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي يعني في مسجد النبع السلام شهرا كاملا ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله أكبر إذن الإنسان واجب عليه أنه يحرز دائما على نفع المسلمين من حوله يعني بأي طريقة أيا كانت خيركم من تعلم الكرآن وعلمه الإنسان يحاول يدخل السعادة على ناستبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة إفراغك في دلو أخيك صدقة يعني كل ما تفعله أي حاجة البسمة المعاملة الطيبة الكلمة الطيبة إلقاء السلام كل هذه صدقات بنتقرب بها إلى الله تعالى ونكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلى الله على حبيبك رح نعيش بالولوك مع كل نهاية نعرف المار وتدينا الحكاية رح نعيش بالولوك مع كل نهاية نعرف المار وتدينا الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم مرة تانية مع آية وحكاية وما زلنا مع هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمات في سورة الليل قلنا يا جماعة إن أحب العمل الله سرور تدخله على مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحواج بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى وأرجو تركزه أو في الحديث ده عشان تعرف موقعك يعني فيه إنسان بيقول أنا بحب ربنا بس المشكلة مش في إن أنا بحب ربنا ولا لأ طبعا إشكالية كبيرة جدا إن أنا لازم طبعا أحب ربنا ده واجب علي لكن أقصد إيه أقصد إن ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ما الكل بيقول أنا بحب ربنا ممكن أكون بزعم وكون أنا إنسان من جوايا مش صادق لكن الشأن إن ربنا يكون بيحبك زيك لما ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ما كانتش المنقبة إن كلمة رضي الله عنهم بس لكن كثير من قبل كبيرة في رضوا عنها إن ربنا صحة تقول هذه الكلمة ده معنى أنه في قمة الرضا عن هؤلاء الناس درجة إن يذكر هذه الكلمة سبحانه وتعالى فإذن فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب لا أنا بحب ربنا أعرف منه بحبني يقول أحد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله ما قامك فانظر فيما أقامك أقامك في فعل الخير هو ده ما قامك عند ربنا أقامك في طاعة في دعوة إلى الله في عمل خير في خدمة الناس فده ما قامك عند ربنا سبحانه وتعالى أقامك بقى في الشر والكذب والتدليس والخيانة وإلى غير ذلك فده ما قامك عند ربنا يبقى دي مهمة جدا جدا أنت تعرفها بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كل إنسان بصير على نفسه ما يجيش بقى واحد يقول إيه لأصل فصلا لا أنت عارف إيه اللي جواك وانت عارف أنت بتفكر في إيه وعارف بتعمل إيه وعارف أخلق قيادتك وستلقى الله بها عز وجل يوم القيامة ممكن أنا أتخذع فيك وممكن تتخذع فيها ممكن الناس تتخذع في أعضاء لكن في النهاية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة فالنبع السلام بيقول إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم ليه بقى لمنافع العباد يعني ممكن يكون حضرتك مرتبك مثلا 3000 جنين فجأة ربنا يصل لك سبب سبب ما والسبب ده من حيث لا تحتسب بقى المرتب بطاعة حضرتك 10,000 جنيه خب بالك ممكن ما يكونش 7,000 البقين دول بطاعة حضرتك ممكن ربنا صحة الله تعالى تجعل النعمة دي في إيديك عشان تكرم العباد قول لي هكريمهم بال7,000 يا سيد يكريمهم إن شاء الله حتى ب3,000 يكريمهم إن شاء الله حتى بألف المهم إن إيه إن ربنا رزقك بالنعمة دي تخرج منها لإكرام الفقراء واليتامة والمسكين إلى غير ذلك يبقى إن لله تعالى أقوى من يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها خبالك ويقرها فيهم ما بذلوها يعني يقر النعم دي عند الناس دي إذا بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم عشان كده بعض الناس يقول لي يقول لي كانت الدنيا معقولة يعني الدنيا يعني كنت ماشي الحالة متوسطة فجأة ربنا فتح حالة من واسعة وبقيت مش عارف ألم الفلوس يمين ولا شمال ومعدين بعد سنة بقيت أفقر من الأول فبسأله وبقوله فكرت تزكع مالك فكرت تتصدق تعمل أي حاجة قال لي لا ما عملتش قلت له إيه يا الحديث ده بقى تعرف السبب إن ربنا أكرمك بالنعم دي كلها علشان تطلع جزء ولو يسير كده فكر من الفقراء واليتمة والمساكين والغير ذلك وتشوف الإخواننا المنكبين في كل مكان في سوريا واللي هنا واللي هنا وتشوف الناس اللي مش لقى يتاكل وخد بالك طيب انت بقى احتفظت بمال ده قلت ده بتاعي وما حتش لي فيه خلاص تحول النعمة منك إلى غيرك هي دي سنة المولى عز وجل فالحديث اللي دي رواه مسلم إن الرجل اللي كان ماشي رجل من بني إسرائيل ماشي فسمع صوت في السحابة بيقول إسقي حديقة فلان فسمع صوت كده إسم إسم مثلا يعني نقول مثلا إسقي حديقة مثلا أحمد مثلا إسم إيه أي إسم فرجل ماشي فلقى السحابة اتحركت وجات في مكان معين ولاحك منزل المايا بتاعتها كلها في البستان ده وقتلقتش نقطة منها برا ده خلق رجل سمته طيب كده جميل ما شاء الله وبيحول المايا كده عشان يوزع على القنوات الموجودة في الأرض علشان الزرع كله تسين قال له اسمك إيه قال له اسم أحمد لنفس الاسم اللي اسمها في السحابة قال له ماذا تصنع قال له لا اسمعت الصوت في السحابة بيقول كده إنت بتعمل إيه قال له بنتظر يعني يوم الحصاد وابعت لفقراء القارئ لأننا فيها كلها كل الفقراء وليا تمام المسيكين أرامل تعالوا كلكم مش عايز حد يتأخر تعالوا إحنا حصادنا دي المحصول قادر المحصول تلع كم شوال عزكم الله تلتمية شوال خلاص خدوا بقى المية شوال اللي هو التلت يوزعوه على بعض كده وربنا يسعدكم ويبارك فيكم ياخدوا بقى الفقراء بقى المية شوال ده يوزعوه على نفسهم والمية التاني بقى سمد وتقاوي وشوية زروع وبذور وكلام ده كل عشان يزعى الأرض مرة تانيا والتلت التالت يأكل هو وأهل بيته وقريبه فعرف إن ربنا سخر له السحابة ديت علشان نفس الموضوع دوت فعشان كده الإنسان أسعد لحظات حياة المسلم ده المسلم الحقيقي بجد يوم يدخل البسمة على الإنسان ويسعده ويكرمه الإمام عبدالله بن المبارك وقالنا لكم قصة دي قبل كده كان كل سنة كان بياخد ناس من أهل مورو في العراق ويروحوا يحجوا مع بعض ويجمع الفلوس بتاعتهم وبعدين بعدما يرجعوا يرجع لهم الفلوس موررة تانية بعدما هو اللي يصرف عليهم بس ويحجز تمن الهادي بس ففي سنة من السريين راحين يحجوا ومعهم بقى صندوق مليان فلوس بقى ما شاء الله قافلة كاملة يعني فهم رحيم فبيعدوا كده في السكة تعبوا فاستراحوا في مكان بيستراحوا في مكان من الأماكن لقى امرأة كبيرة كده قد دماتنا عزكم الله بتاكل من نسبلة فقال لماذا تصنعي هذا يا أمه قالت له أنا وأهل القرية لم نظك ذواقا منذ ثلاثة أيام ما دقناش لؤمة بقى لنا ثلاثيان فما كان منه إلا أنه رحمه قد السندوق ورحم الدولة قال لا هذا لك ولأهل قريتك ثم نظر إلى جميع أصحابه وقال هذا حجنا في هذا العام في ناس كتير فاكرة أن الموضوع طبعا ربنا نهاني تتمنى كل مسلمين حجه كل سنة كان فيه أمور يا جماعة اسمها فقه الأولويات أنا راجل عند مقدرة حجه كل سنة وبيدفع في الحج قدي ده فيه شركات النهاردة وصل الحج فيها 150 ألف جنيه بيبدأ من 30 ألف إلى 150 ألف خال حضرتك نقول في المتواصل فيه يدفع 60 ألف 60 ألف دولار أقسم بالله ممكن يجوزه ست شباب من الشباب البسطاء اللي موجودين في بعض الأماكن القرى والريف والحادات ست شباب يجوزوهم ويسئدوهم تخيل حضرتك هيجوز ست شباب يعني هينشئ ست أسر مسلمة توحد ربنا وتعبد ربنا وهيعصم يعني أسر من الفتن ومن البلاء تخيل حضرتك في حين ان هو ممكن يكون حجة قبل كده مثلا 10-15 مرة مش بقول له ما تحجش بقول له لو يعني لو انت الحمد لله حجيت وقدت الفريضة وحجيت مرة و2 و3 و10 وستمتعت خلي فلوس الحج دي تكرم بها أسر فقيرة فيه ناس مرمين في الشارع بمبلغ بسيط جدا ممكن تأجر لهم شقة الشقة دي هتدفع مثلا مقدم 1000 جنيه اللي هو الإيجار الجديد وكل الشارع خمسون جنيه لميت أسرة لميت لحم لميت عرض من الشارع حطتهم في شقة ممكن يكون واحد عليه دين ودخل السجن ده احنا شفنا سبحانك يا رب نساء بسبب بعض الأشرار اللي عايشين في مجتمعنا ربنا يا رب يخلص مجتمعنا من الأشرار دولت ناس بتستغلي يعني ناس فقراء جدا واحد يكون عنده محل كده أدوات يعني حدوات منزلية حادزة كده ده وليب قوض نوم بتجازات تلجات وشف ايه واحدة ست غلبانة عين نفسها أمنية عمرها تطبخ على بتجاز خدت منه البتجاز بالقسط بضها على كنبيالات فضية وراح بعد كده كتب المبالغ اللي هو عايزة وراح دخل السجن طب ست الفقيرة دي تملك ايه يعني ما اتقيتش ربنا فيها ما صعبتش عليك وجابوا لقاءات جابوا لقاءات كتيرة جدا في التلفزيون مع نساء بالمنظر ده واحدة اترامت في السجن تلات اربع سنين بسبب ان هي محجوزة في ايه والله العظيم لما تسمعه تتحكو مسجونة في الفين جنيه او مسجونة في تلات تلاف جنيه يعني حرام عليك ولا حلال لما تدخل أم وتتحرم من أطفالها وليل ونهار بتبكي وأولادها بيموتوا برا علشان تلات تلاف جنيه خير حضرتك لما تروح وتصالح واحد تاجر بالمنظر ده اللي عنده دين ولا عنده أخلاق ولا يعرف ربنا أصلا وتروح تصالح وتقول له معالش طب خدت تلات تلاف جنيه ولو سمحت بقى طلعها من السجن كفاية خليها تشوف عيالها في أيام مفترجة زي كده شوف المعنى ده أنا نفسي والله العظيم نفسي كده رجال أعمال ويروحوا بنفسهم أرجو ما تدوش فلوس لحد أنا بقولها لكم للمرة المليون أنا هو قدامك لو قلت لك أنا أخوك محمود المصر بقول لك عايزين فلوس لمساعدة كذا قل لي فتح الله ما تدينيش ما تدينيش وأنا لا يمكن أخذ أي فلوس من أي حد ما تديش حد فلوس روح بنفسك ياخ استمتع استمتع برؤية البسمة على وجه الفقير بنفسك استمتع برؤية البسمة على وجه المظلوم بنفسك استمتع بأن انت تبني مسجد بنفسك استمتع بأن انت تكرم يتيم بنفسك استمتع بأن انت نفس رجال الأعمال يجتمعوا مع بعض ربنا يا بارد فيك يا رب روحوا سجن الأناطر روحوا سجن النساء هتلاقوا نساء غلابة والله العظيم في قمة الغلب محبوسين في ألفين وفي ثلاث تلاف جنيه شوف أديه هتدخلوا بس ما أديه لما اتخرجوهم على العيد واترادوا إلى التجار اللي ذحكوا عليهم ومضوهم على كمبيالات ومعين النساء ما بيعرفوش لا حاوله لو قتل بالله ما بيعرفوش ليقروا ولا يكتبوا وغصبا عنهم لا حاوله كتبوا الكمبيالات ولا الشيكات ديت ودخلوا السجن روحوا كده يدفع الفلوس للتجار دولت وخلوهم يخرجوا النساء دولت من السجن خلوهم يشوفوا ولادهم ربنا يا بارد فيك يا رب العالمين ما تنسوش شنط لمضان الناس اللي مش لاقيها تاكل شنطة مش هكالفك حاجة ده بيكبرها قوي خمسين جنيه يعني انتا ممكن بألف جنيه تعمل أشرين شنطة بعشر تلاف جنيه تعمل متين شنطة ولا تعمل مش عارف قديه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هتقدر تعمل كير كتير قوي قوي وربنا بارد فيك يا رب العالمين دخلين على العيد زي ما هتجيب لولادك لبس العيد شوف أسرة فقيرة جنبك اتدخل عليهم السعادة هتلهم كده تأمين تلاتة للولاد خلوهم يلبسوا مش لازم من نفس النوعية بتاعت ولادك بتلبس ولادك حاجات كده يعني توكيلات ومش عارف في العتبة مفيش مشكلة هم مبسطونه سعادة جدا بكده شاء الله حتى مية امتين جنيه تسعد أولوبهم بالحاجات البسيطة ديت ما تنساش إخواننا في سوريا والله العظيم كانوا جابين نهارا ده في حلقة عن اللاجئين السوريين في لبنان اقسم بالله ملاقين لقم يأكلوها ملاقين يعني كتير منهم عايشين والله العظيم في عيشة صفيح ومش حد مدقالهم ده هم يدوب جابوها من الشوارع كده حتة خشبة جده هتخشبة وغطوها بصفيح وقاعدين نساء ورجال وأطفال وبنات مش لقيم مكان حتى يقضوا في حاجتهم فانكرمهم الله يبير فيكم ما ننساهم شي وبعدين تأكدوا والله العظيم ربنا بيقول وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير ورزقين وزي ما قلت لكم ما تدوش لحد روحوا بنفسكم أما بالنسبة للموضوع السورية فالحمد لله ربنا يعني جعل لكم سبيل اتحاد أطباء العرب ناس أفاضل وموسوك فيهم الحمد لله أي حد المؤمن أنتوا تتطمنوا أن الحاجتكم وصلة ربنا يا رب يجعلكم سبب لتفريج الهموم عن فقراء المسلمين وعن اليتام وعن الأرامل واتحس بسعادة وبركة وربنا يحفظك ويحفظ لك أولادك بسبب إكرامك لهؤلاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أريه وصحبه وسلم بحبكم في الله ونلتقي بكرة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقرى في الكتاب المستبي